السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل اشرح هذا الدرس، الدرس التاسع كان المصبب التكنية كان بيه تمارين اختبر نفسك حتى اخاف تسألدم تلك الدرس التاسع ووزعنا تمارينه على الدروس البقية يعني كل درس أو كل موضوع أخذناه أخذنا تمرين أو جزء من تمرين موجود بالدرس التاسع يعني توزع أوضاع دمه بين القبائل توزع بين الدروس البقية أخذنا كل تمارينه وفصلناه على شكل الدروس البقية زين أنا عندي اليوم درس عاشر والدرس السابع عفوا قبل أن أخوض بالدرس العاشر وقبل أن أفصل الدرس العاشر أكو درس السابع هذا خاص بس بالإنشاء إنشاء الجغاير أو إعلانات السجائر يجب أن تكون غير قانونية هذا أيضا من ضمن الإنشاء والإنشاء يختلف من مدرس المدرس لكن راح نطيك ملاحظات الشيون تحفظ الإنشاء وشيون تقسم الإنشاء بحيث تحصل عليه درجة كاملة بالوزارة إن شاء الله أنا عند الدرس العاشر عنوان الدرس سأكون فخورة به دوما نجي على القطعة ترجمها جزء جزء ونفهمها جزء جزء حتى تسهل علينا الأسئلة والأجوبة أقول يا بي ترجمة القطعة سأكون فخورة به دوما المقطع الأول عندما استيقظ مصطفى ذو الأربع سنوات يعني أولاد صغير اسمه مصطفى أمره أربع سنوات استيقظ من النوم يقل لك يا بنهض مباشرة من السريل وذهب للبحث عن والدته زين He was a little puzzled بزل جاية كلمة هنا بالعملاء وجاية أيضا بالتوصيلات حسنا أخذها بعدين بالتمرين يقل لك كان مرتبكا أو شوي متحير هذا الولد اللي عمره أربع سنوات كان شوي متحير She normally came into his room first thing in the morning لأنها تأتي دائما بالبداية الغرفته أول ما تقعد أم مصطفى دائما تجي الغرفته زين Walk him up يعني تقضه يعني تتقعد من النوم And help him to get dressed وتساعده ليلبس ملابس يعني لارتدام ملابس He had no idea why she wasn't there ما عنده فكرة ليش ما كانت هناك بذاك الوقت حتى تقعد That sunny morning in April في ذلك اليوم المشمس في أبريل هذا المقطع الأول بالقطع إن شاء الله فهمناك أولد اسمه مصطفى عمره أربع سنوات دائما متعود أنه هو أمود قاعدة من النوم لكن بذاك اليوم المشمس من أبريل ما قاعدته وكان متحير إذن ناخذ المقطع الثاني اللي وقاعده المقطع الثاني شكاتب لك كاتب لك He went to look for her in the kitchen هو ذهب ليبحث عنها في المطبخ بالبداية First Then was no sign of her there وماكو علامة لوجودها هناك يعني بالمطبخ And the bathroom was empty too والpathroom يعني الحمام كان فارغ أيضا يعني دور عليها بالحمام دور عليها بالمطبخ ما لقاها زين Then he opened her bedroom بعدين فتح غرفة النوم مالتها And And saw That she was still asleep وشافها بعتي نايمة هي مو من طبيعتها نايمة طبعا هي متعودة كل يوم هي تقاعدها وتساعدها على لبس ملابسة He tried to wake her up By shaking her Shaking أيضا جايتني كلمة بالأملا أسأ ناخذها بالتمريد حاول أن يوقذها بواسطة هزها أو دفعها يعني شون نقول عليها هل يقول أنا عليها يندهي أو يفزسها زين And calling ومناداتها زين But no But to no avail لكن بدون جدوى يعني ما كرت زين For some reasons لسبب ما He couldn't wake her up هو لم يستطع إيقاظها يعني هسه هو راح للمطبخ راح للحمام دور عليها ما لقاها فتح عليها غرفة النوم لقاها باقية نايمة حاول يوقظها بس ما قعدت حاول يوقظها لكن ما قعدت إذن لسبب ما هو لم يستطع إيقاظها نجح على المقطع اللي بعده لطيفة مصطفى زماذر لطيفة إذن جدت شخصية ثانية بالقطعة هاي الشخصية الثانية شا اسمها اسمها لطيفة إذن أم مصطفى شا اسمها اسمها لطيفة سفرز فروم دايباتيز دايباتيز يقصد بها السكر تعاني من مرض السكري وهنا دائما أنت أهلك أقربائك الله بيعد عنهم الشر لازم عندكم واحد بيه سكر والسكر يمارض شوية بنحس فهس هيجع على تفاصيله هو بالقطعة This means she has to control her plot sugar with injections of insulin يقلك يا با هي تعاني من مرض السكري وهذا يعني إن عليها سيطر على نسبة السكر في الدم عن طريق حقنا الانسولين لأن الانسولين إذا صعد صعد السكر إذا نزل يهبط السكر واللي صار عندها هبوط بالسكر هسيجع علي أبو القطعة But sometimes the levels of sugar in hair blood drop too low يقلك لكن بعض الأحيان السكر في دمها يهبط لمستويات جدا قوية زين And then she can lose consciousness ومن ثم تفقد consciousness معنى الوعي تفقد وعيها لما يهبط السكر بجسم الإنسان يفقد الوعي Without help بدون مساعدة She could have died كان من الممكن أن تموت in a few hours يعني ببضعة ساعات أو ساعات قليلة هذا عرفنا أنه مصطفى أو لطيفة أم مصطفى كانت تعاني من السكري والسكري هو لازم إذا هبط شوي يصير مشاكل وإذا صاعد أيضا يصير مشاكل والتي تعاني من نص اللي عانت منه أم مصطفى باقية نايمة هي هبوط بمستوى السكر بالدم مالتها خلاها نايمة وخلاها متقود إذن نعبر على المقطع اللاخ ونعرف شنو تفاصيل المقطع مصطفى's father was away on business trip On a business trip مصطفى يعني أبو مصطفى كان برحلة عمل يعني بعيد عن مصطفى So مصطفى was the only one who could help her يعني كان مصطفى هذي الأربع سنوات الطفل كان هو الوحيد اللي يقدر يساعد أم زين مصطفى's knew that when his mother needed sugar quickly عرفه مصطفى أنه عندما تحتاج أمه القليل من الشكر بسرعة she usually drank something sweet لذلك هي أمه كانت عادة تشرب شيء ما حلو زين So he went back to the kitchen هو راح للمطبخ رجع للمطبخ and took a can of cola كان هنا جايب المعنى مو يستطيع جايب المعنى اسم جايب المعنى علبة كولا يعني قطية بيبسي راح للمطبخ واخذ قطية بيبسي out of the fridge من الثلاجة he brought it back to his unconscious يقلك هو جلبها جلبها إلى أمه الفاقدة الوعي and tried to make her drink it وحاول أن يحاول أن يشربها هذا الببسي حتى يرفع السكر بدمه زين he couldn't هو لم يستطيع of course طبعا هو ما يقدر يسوي هاي الحاجة زين so after spelling quiet a lot quite a lot of cola on the bed on the bed he decided on another plan هو ما قدر لذلك هو فكر بخطة أخرى to call the emergency services وحاول أو ليخابر to emergency services خدمات الطوارئ likely مع حسن الحظ his grand grandmother يعني حبوبته ببيته had taught him how to do that just the previous week علمت حبوبته كيفية القيام بذلك يعني بخابرة emergency services في الأسبوع الماضي نعبر على المقطع اللي بعده ونشوف تفاصيل القطعة وان وصل بين الدهر I can't remember a thing about it all لطيفة says قل لك قالت لطيفة أنا ما أذكر هاي التفاصيل الصارت كلها لأنها كانت فاقدة الوعي طبعا مصطفى جاي يصرف من كيف but مصطفى called the emergency services all on his own ومصطفى خبر على خدمات الطوارئ من ذاته يعني من خلال تعليم من علمته جدته للأسبوع الفات زين emergency operator صفية الخوري إذن صفية الخوري صارت شخصية ثالثة emergency operator سفية الخوري took the call the little boy was very calm اللي قل لك هذا الطفل الصغير كان هادئ جدا he just said my mommy is sick قال أمي مريضة زين بعتها she needs a doctor هي تحتاج لدكتور أو طبيب I asked him for his address and he told me وأخبرته عن وين عنوانك وقال لي عنوان المنزل وين المقطع الأخير من القطعة The ambulance arrived at the house 15 minutes later بعد تقريبا 15 دقيقة جدت الإسعاف مصطفى had to stand on chair هاية جاية هواية هاية بالوزاري stand on chair to open the front door for the paramedics يقل لك على مصطفى كان على مصطفى أن يقف على كرسي ليفتح الباب المن للمسعفين paramedics زين they rushed upstairs هم ذهبوا مسرعين فوق يعني للدرج فوق الدرج found لطيفة unconscious يعني وجدوا لطيفة أم مصطفى فقد الوعي spotted hair insulin user identity وجدوا بطاقة الهوية مع الأنسولين مستخدم الأنسولين عرفوا أنه بيسكر they know at once that she was diabetic يعني يعني عدها سكري and gave her an injection وعطوها حقنة to raise her blood sugar level يعني لارتفاع وليرفع مستوى السكر في الدرج لطيفة regained consciousness very quickly ورجع وعي لطيفة بسرعة I will always be proud of مصطفى سأكون فخورة به دوما نفس العنوان مالتنا سأكون فخورة بمصطفى لطيفة قالت he was calm and intelligent when he needed to be يقول لك هو كان هادئ وكان عبقري عندما طلبت الحاجة إليه and that's how he saved my life وهذه الطريقة هي التي انقذت حياتي إذن فهمنا القصة فهمنا علي من تحتي أكون ثلاث شخصيات شخصية مصطفى عمر 4 سنوات شخصية لطيفة مريضة بمرض السكري وصفية الخوري هي emergency operators عاملة الطوارئ اجن طبعا هذه القصة الدور حاول الموارض السكري فهمنا القصة نجي على الأسئلة المحتملة على القصة إذا فهمت الأسئلة المحتملة وفهمت القصة الوزاريات أي شي يجيب لك أنت راح تفهم السؤال وتجاوب على أساس هذا السؤال أكو تمريين عندنا قبل العبر على الهوسم والوزاريات والأسئلة الخاصة بالقطعة نجعل التمرين الخاص بالقطعة هذا التمرين راح يجيك بالإملاء وأيضا يجيك بالتوصيلات يجيك بالإملاء ويجيك بالتوصيلات لازم أعرفها وعرف الكلمة يعني أعرف الكلمة هنا وعرف الكلمة هنا هذا التمرين هو أصلا مرادفات وأقصد بالمرادفة غير كلمة بس بنفس المعنى غير كلمة بس بنفس المعنى. ناخذن وحدة وحدة بالتفصيل. سبرايزد معناها بازلد سبرايزد معناها بازلد يعني نفس غير كلمة بس بنفس المعنى سبرايزد معناها متحير بازلد ايضا متحير زين تجيك اما توصيلات قنة او املاء يعني الشون املاء راح اخليلك نموذج قبالك بالوزاري ينطيك سبرايد صارت بازلد بوشينغ فراغ انت تخلي له شيكينغ اوكي فاني لازم حافظ هذا السرح هاي الكلمات واني نحافظ هذاني كلمات حتى اعرف شنون اجاوبهم. بوشينغ يهز يدفع شيكينغ ايضا يهز يدفع. بلا فائدة ايضا تجي تونو فيل ايضا بلا فائدة بلا جدوى. زين. مغمى عليه. ايضا تجي مغمى عليه. دروبينغ معناه يسكب او يبدي يعني بالعامية عندنا. الى اخر يبدي السوائل. ايضا معناه يسكب او يبدي احفظها مني يبدي. دابوليس فوار ديبارتمنت امبيولنس الاسعاف هذاني كل هن يقولون عليهم. يعني خدمات الطوارئ ذاني كل هن يقولون عليها ذا اميرجنسي سيرفزز. زين. مساعدين طبيين مثلناه بالبارمديكس بارمديكس بمعنى مسعفين ايضا مساعدين طبيين. واك اوب استعادة وعيها. يعني ايضا استعادة وعيها. قلنا هذا يجيني اما ام لا او توصيلات. نعبر على اسئلة القطعة. حاول تحفظها مننا. تحفظها مني. زين. اسئلة القطعة المحتملة تجيك بالقطعة. حسب ما فهمنا من القطعة. راح نجيهن سؤال سؤال. هاو اولد مصطفى. هاو اولد واس مصطفى. انا جايحتي سريع لان هذه الاسئلة مختصر للقطعة. جقد عمر مصطفى. احنا قلنا هذا عمر اربع سنين. نجيه انا جانب stated. än نقطة الثانية. النقطة الثانية. why was مصطفى? لماذا كان متحير بزلد? وان مورنن. لماذا كان متحير? انت راح اتجابه لانا امه ما قاعدت من النوم اللي دائماً كانت تتقعده وتحاول تلبسه ملابسه. because his mother normally came into his room دائما تيجي أمه عادة لهيز روم لغرفته wake him up woke him up and helped him to get dressed woke him up توقظه وتساعده للبس ملابسه زين where did مصطفى look for his mother لطيفة وين يدور مصطفى أمه وين دورها زين دورها بالمطبخ ودورها أيضا بالحمام ودورها بالبادروم لغرفة النوم أنا راح أقل له in the kitchen bathroom and her bedroom في المطبخ والحمام وأيضا غرفة النوم where did مصطفى find his mother وين وجد مصطفى أمه وجدها بالبادروم بغرفة النوم طبعا he found his mother he found her in her bedroom sleep قل لك وجدها بغرفة النوم الخاصة بها نائمة where did مصطفى try to wake his mother up ما الذي حاول مصطفاه فعله لكي يوقظ أمه شون راح يوقظها طبعا من خلال قلنا من الساعة كلمة أهنة يندهى shaking hair or he tried to shaking and calling hair حاول مناداتها وأيضا حاول هزها what did مصطفى مصطفى's mother suffer from ما الذي تعاني منه أم مصطفى شو تعاني منين؟ تعاني من السكري والسكري شنو بالانجليزي she suffers from diabetes diabetes معناه سكري زين السؤال اللي بعده how could مصطفى's mother control hair blood sugar شون تحاول سيطر على مستوى السكر في الدم هاي أم مصطفى لطيفة شون تحاول سيطر على مستوى السكر في الدم من خلال شنو؟ من خلال injection of insulin من خلال حقا الأنسولين لازم أعرفها عني حقا injection من خلال حقا الأنسولين زين what happened if a person blood sugar dropped very low ما الذي يحدث عندما ينخفض مستوى السكر لشخص ما يفقد الوعي بس يفقد الوعي he will consciousness and could have died قل لك هو يفقد الوعي ومن الممكن أن يموت زين بعد ساعات what had happened to la tifa during the night ما الذي حدث للطيفة خلال الليل نزل عدها السكر مو؟ قبل شوية نزل عدها السكر the sugar or la tifa blood sugar had dropped very low نزل عدها السكر وفقدت الوعي على أثارها نقطة العاشرة why had la tifa lose conscious conscious ليش فقدت الوعي لطيفة لأن نفس الجواب الفوق because her blood sugar had dropped too low لأن انخفض مستوى السكر لمستوى منخفض جدا زين why was the father when where was the father when لطيفة lose conscious وين كان أبو طبعاً كان برحلة عمل بعيد عن العائلة he was away on a business trip كان في رحلة عمل بعيدة هذا بالنسبة للأسئلة المحتملة نكمل الأسئلة المحتملة التي ممكن تجيك بالوزاري طبعاً هي مختصر للقطعة نأخذ السؤال اللي بعده who was the only one could help لطيفة لطيفة مصطفى ومن هو الشخص الوحيد من هو الشخص الوحيد اللي يساعدها أو اللي يقدر يساعدها طبعاً هو ابنها للأربع سنوات مصطفى فنقول the only one was مصطفى فكان مصطفى هو الوحيد الذي يقدر يساعده what did la tifa do when her blood sugar dropped very low ما الذي تقوم بفعله لطيفة عندها خفاض سكرها تحاول تأكل شيء حلو حتى يرفع السكر مالتها she drank something sweet هي تحاول أن تشرب شيء ما حلو زين what did la tifa do when he knew his mother needed sugar ما الذي حاوله فعله مصطفى عندما عرفه أو علمه بأن مستوى سكر أمه انخفض أو تحتاج للسكر اشقال راح أخذ الكان أو بيبسي قلنا الكان علبة بيبسي يعني قطية بيبسي he brought a can of gala from the kitchen أخذ علبة بيبسي من المطبخ أحاول ينطيح الأمه why couldn't مصطفى make his mother drink a cola لماذا لم يستطع مصطفى أن يجعل أمه تشرب الكولا طبعا لا يقدر because she was unconsciousness يعني هي كانت فاقدة للوعي زين what did مصطفى tell the emergency operator ما الذي أخبر به عاملة الطوارئ عاملة الطوارئ قال له he told that his mother was sick and he needed a doctor هي تحتاج مساعدة أو تحتاج الطبيب وكانت أمه مريضة زين توتات مصطفى to call the emergency services قلنا ببيته أو حبوبته هي اللي علمته يخابر خدمات الطوارئ his grandmother واني كاتب لك يا بالجل في بي بيته who was the emergency services emergency operator الثلاثة صحيحات يعني كانت في خدمة الطوارئ أو في عاملة الطوارئ what did the barmadex do why اش سووا المسعفين المساعدين الطبيين اش سووا اللطيفة حقنوها they give injection انطوها injection حقنوها to raise her blood sugar level ليرفع مستوى السكر في دمها زين النقطة اللي بعتها how did the barmadex now that was لطيفة was diabetic شون عرفوا انه بها سكري طبعا من خلال الكارد مالتها من خلال بطاقة تعريفية مالانسولين they knew from her insulin user's identity card من خلال بطاقة الخاصة بالانسولين زين النقطة اللي بعتها how was مصطفى when he needed to save his mother's life ما هي صفات مصطفى طبعا صفاته he was calm and intelligent كان عبقري وهادئ when he needed عندما كان يحتاج لهاي الصفة طبعا زين النقطة اللي بعتها why was لطيفة proud of her son هذا جاي بأحد السنوات ليش كانت فخورة بي because here he was calm and intelligent and he was alone لين عمره أربع سنوات وسوها هاي الهوسة كلها طبعا اللطيفة had lost consciousness because of فراغ فيقلك لطيفة فقدت واعيها بسبب her blood sugar dropped very low نصها أو قلب مستوى السكر في دمها هذا أهم الأسئلة اللي ممكن يتفهمك القطعة وممكن يجنك بالأسئلة الوزارية نعبر على الأسئلة الوزارية الخاصة بقطعة مصطفى ناخذ بعض الأسئلة ونشوف صيغتها what does مصطفى's mother suffer from من الذي تعاني منه أم مصطفى منين تعاني من السكر السكر شنو diabetes she suffers from diabetes فهمناها زين لطيفة مصطفى's mother يقول لك لطيفة أم مصطفى suffers from diabetes true or false طبعا true لأن الـ diabetes معناها سكر يقول لك هي تعاني من السكر صح له الخطأ طبعا صحيح النقطة اللي بعتها why was the mother proud of مصطفى ليش شخورة بي طبعا كانت فخورة بي he was calm and he was intelligent he was calm intelligent and he saved her life وأنقض حياته حتى تسوى هاي قلنا الهوسة كله زين النقطة اللي بعتها والسؤال هذا يجل 2014 دور أول النازحين what does لطيفة مصطفى's mother suffer from أيضا نعاد عليه هو diabetes النقطة الخامسة why was Mustafa's mother unconscious ليش انخفض أو ليش كانت فاقد الوعي لأن المستوى السكر في دمها انخفضت جدا اللي يقول أو نترجمه because her blood sugar level dropped too low لأن انخفض عدها مستوى السكر لمستوى جدا ناصي زين مصطفى had to stand on chair 2 هذا قلنا جاي why قللك كان على مصطفى يعني يصعد على كرسي يعني يقفز على كرسي أو شون يوقف على كرسي to open the front door اللي يفتح الباب الأمامي for the bar medics للمسعفين لأن هو وقف على الكرسي حتى يفتح لأن ما يلوح أمره أربع سنوات هاي أهم الأسئلة اللي يجئتي بال2014 نكمل الأسئلة اللي يجئتي أيضا بال2015 2014 دور ثالث عفو how did the bar medics treat مصطفى's mother شون عالجوا الشون عالجوا أم مصطفى طبعا عالجوها بطوها injection injection حقنة رفعوا بها مستوى السكر by giving her injection to raise her blood sugar level ليساعدوا على شنو على ارتفاع مستوى السكر في الدم what happens to the diabetes when their blood sugar drop too low ما الذي ما شي صير إذا انخفض السكر للمصابين بالسكري طبعا يفقدون الوعي lose consciousness وأيضا شي صير بهم ممكن يموتون فهو الكاتب ممكن جاوب النموذ they lose their consciousness يفقدون وعيهم مصطفى found his mother in there قلنا ثلاث مكانات لو بالمطبخ لو بالbedroom لو بالباثروم هو وين لقاها لقاها بالbedroom مصطفى's father was suffering from diabetes قل لك أبو مصطفى كان يعاني من السكري صح له خطأ طبعا false كان هو برحلة عمل لا بسكري ولا بشي زين why was لطيفة proud of her هذا جانت كرر لأن هو save her life and he was come intelligent إلى آخره ودد مصطفى do to wake his mother up ما الذي فعله مصطفى ليوقظ أمه وش سوى by shaking hair or calling hair يناديها يهزها try to wake hair up by shaking and calling من خلال الهز أو من خلال المنادات what does لطيفة هاي نعاد علينا السؤال زين مصطفى's mother suffer from high blood pressure يعني ضغط high blood يعني ضغط الدم العالي هنا ما خطأ تعاني من الضغط الدم العالي أو تعاني من السكري تعاني من diabetes من السكري نجي على السؤال اللي بعده where did مصطفى find his mother أيضا نعاد علينا بالbedroom زين مصطفى had to stand on chair أيضا نعاد علينا ليش وقف على كرسي حتى يفتح to open the front door for the barmadex اللي يفتح الباب للمسعفين مصطفى was puzzled because his mother for a يقل لك كان متحير مصطفى كل يوم ويوم ويوم وات قاعدة فكان متحير ليش متحير بسبب أن أمه كانت تأتي إلى غرفته كالمعتاد لتلبسه وكذا إلى آخر مصطفى بلاود dropped too low طبعا هذا أيضا إجاني ضغط الدم العالي إذن هذا خطأ ما بيها ضغط دم بيها سكري زين ودد مصطفى told them الذي خاطب أو قال لعملات الطوارئ قال لها يا بأم معريضة وتحتاج إلى طبيب his mother is sick and she needed a doctor why did مصطفى lose consciousness ليش فقدت الوعي لأن مستوى السكر دم ها انخفض إذن where did مصطفى find his mother إذن عاد علينا how did مصطفى open front door by standing on chair حتى وقف على كرسي وفتح الباب للبرمدكس why was mصطفى mother unconscious ليش كان تفاقد الوعي أيضا نعاد علينا السؤال ونخفض مستوى السكر في دماء mصطفى mother was unconscious because أيضا نعاد علينا السؤال كل الأسئلة بعد عليها تنعاد إذن هذه قطعة مصطفى وهذه تفاصيل تريد تفهمها فهمتك إياها السؤال فهمتك الأسئلة الوزارية وعلي اعتمرين واحد لو يجيك بالتوصيلات لو يجيك بالإبلاء انتهت عندي قطعة مصطفى إن شاء الله أشوفكم باليونت الثاني نبدأ نفصل درس درس أيضا نقسم نفس اليونت الأول ونختم بإذن الله أشوفكم بالدرس الجاي إن شاء الله